انا عايز اوري الناس بصورة بسيطة مدى نمو السكان عندنا على مدى حوالي خمسين سنة او سبتين سنة انا اولي افكام في اخرها اه تفضل احركة احنا لان مشكلة زمان ما كانش في مشكلة في العدد يعني احنا نقول مثلا مصر عدد سكانها سنة الف سوائمائة وخمسة وخمسين كنا تتة عشر مليون ونص اي باية دول اوروبا كان اضطر منها بكتير لا اظن السورة قامت اتنين وخمسين وحنا احنا ط muss充 comics طب احنا دلوقتي احنا في الفinum αυτاش رحنا عملناه ايه نطينا من تلاتة وعشر مليون ونص وقسرنا 98 مليون يعنينا زت اكتر من خمسة وسبعين زت اكتر من خمسة وسبعين مليون طب انجلترا عملت ايه زادت من واحد وخمسين مليون لستة وستين مليون خمستاشر مليون يعني في 64 سنة أنا زيت 75 مليون هما لديوا خمستاشر مليون طب دولة تانية زي إيطاليا 1955 عدد سكان إيطاليا كان 48 مليون يعني ضعفك أنا في 1955 كنت 23 مليون ونص وهم كانوا 48 مليون يعني هما ضعفك في العدد طب بعد رحلة 64 سنة هما عملوا ايه نطوا من 48 مليون ل 59 مليون زيته 16 مليون بس في 64 سنة 64 سنة وأنا زيت 75 مليون يعني معنى كده إيه إن معدل الزيادة السكانية عندي أكتر من خمس أضعاف أي دولة متقدمة فمهما كان معدل النمو عندي وزيادت الإنتاج عمري ما هلاحق ونحسبها بحسبة تانية إنت معنى كأنك طلبت من الحكومة المصرية في الفترة دي تبني مدارس ومستشفات وجامعات وتوفر فرص عمل وشؤق وشؤق أكتر من خمس أضعاف الدولة المتقدمة طب أنا هقدر أقدم؟ لا مش أقدر وما حصلش ما قدمناش وحاجة تانية قدرنا إنك موجود في منطقة كلها دايما حروب وده قدرك أنت بلدك مطمع دايما حركة حسب من سنة 55 أنا دخلت حرب 56 67 قبلها اليمن 67 73 73 وحرب الإرهاب اللي إنت فيها دلوقتي بينما دول أوروبا دي ندخلتش في ولا حرب فبالتالي أنا بقلي سنين كتير عندي اقتصاد حرب بشتري أسلحة كتير مع أن الأسلحة دي لو أنا كنت في منطقة تانية في العالم كانت الفلوس دي بمي بيها بدنالس ومستشفات وجامعات فنقول إيه أنا رحلتي طريقي أصعب عشان دايماً قادري في المنطقة أني عندي حروب والحمل اللي على كتفي خمس أضعف اللي جنبي فما تجيش إنت دلوقتي تقول لي هو أنا ليه مش عايز زي المواطن في إنجلترا ولا في إيطاليا الحمل على ظهري خمس أضعفه وطريقي أصعب منه